أعرب القصة أندريزاكي رئيس الطائفة الإنجليية بمصر عن تهنيه القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول العام الهدري الجديد وفي برقيته أعرب القصة أندريزاكي عن سعادته وسعادة أعضاء المجلس الإنجلي العام ورؤساء المذهب الإنجلي في مصر بهذه المناسبة العزيزة كما بعث الدكتور زاكي برقية تهنيئة مماثلة إلى عدد من كبار الشخصيات في البلاد من بينهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الأزراء والمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ